اشتركوا في القناة من خلال توصيات هامة جدا طلعنا بها من منتدى شباب العالم ايضا اللي اقيم في مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي في نوفمبر الماضي 2018 جاء من خلال ذلك دعوة لمئة رائد للاعمال من الجانب الافريقي لحضور يوم الشباب لرواد الاعمال هذا اليوم الهام جدا اللي من خلاله عفوا بيتم اتاحة فرصة كبيرة للشباب من قرى الافريقية لطرح كثير من الافكار والرؤى الهمة امام عدد كبير من المستثمرين ورجال الاعمال وايضا الشخصيات المرموقة من الدولة بالتأكيد هذا المنتدى الهام كان له مردود كبير جدا ومردود مهم جدا وتم تجهيزه من قبل وزارة الاستثمار والتعاون الدولي طبعا برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا المنتدى الهام حضروا عدد كبير ايضا من الوزراء وعدد كبير من رؤساء الحكومة وما يقرب من عشرة رؤساء افرقى من القرى الافريقية كمان حضر عدد كبير من الشخصيات المرموقة والمرتبطين جدا بالعمل الاستثماري والاستثمارات وكثير من المشروعات بالتأكيد هذا المنتدى الهام له اهداف كثيرة ويمكن الهدف الاسمى لانعقاد هذا المنتدى هو ضرورة تحفيز الاستثمارات في القرى الافريقية هذه القرى اللي بتعتبر من القرات اللي بتحظى باهتمام كبير ويعني بنشوف ان فيه انظار كتيرة جدا بتقع على القرى الافريقية لانها تتميز بموقع جغرافي مهم جدا فيها كثير من الموارد الطبيعية التي اذا تم استغلالها الاستغلال الامسل هنقدر نحقق التنمية المستدامة ونحقق تنمية كبيرة جدا في المنطقة الافريقية ونشوف وضع اخر للاستثمار في هذه القرى الهم بالتأكيد طبعا رئيس عبد الفتاح السيسي اهتم جدا بالجانب الافريقي اهتم بالحديث عن الشباب الافريقي ايضا خلال منتدى شباب العالم الاخير في مدينة شرم الشيخ واكد على ان احنا لازم يكون في تعاون مشترك بين مصر وبين الدول الافريقية يكون في تعاون مشترك بين الدول الافريقية وبين بعضها في كثير من المجالات عشان نقدر نحقق الاستثمار ونوصل لمعدل النمو اللي احنا محتاجين نوصله من الناحية الاقتصادية نمو اقتصادي هام وكبير في الفترة القادمة علشان كده احنا بنشعر ان شيء مهم جدا ان كان يكون فيه مثل هذا المنتدى الهم الخاص بها الاستثمار الافريقي ويكون فيه اهداف بنخرج بها من هذا المنتدى يتم تحقيقها على ارض الواقع خلال الفترات القادمة وده اللي بنرجوه من مثل هذا المنتدى اللي كمان بيجي يعني بالتزامن مع ان مصر ان شاء الله هتترقص الاتحاد الافريقي لعام 2019 فده شيء اكيد بيحسب لمصر وبيرفع من مكانة مصر في القرى الافريقية وبنتمنى ان مصر دائما تظل هي الرائدة في هذه المنطقة وتحتضن كل الشعوب الافريقية والدول الافريقية ويكون فيه تعاون جدي وتعاون مسمر خلال الفترات القادمة ان شاء الله على المستوى الاقتصادي وايضا المستوى السياسي بنتمنى كل التوفيق لقائمين على هذا المنتدى الهام وكل المشاركين ايضا في هذا المنتدى وطبعا تحية لرئيس عبد الفتاح السيسي بنتمنى الخير لمصرنا الحبيبة نروح معاكم دلوقتي نسمع اغنيتنا ونرجع لكم من جديد